اشتركوا في القناة ومجلس الإدارة على تهنئة لعبي الفري الأول لكرة اليد وجهازهم الفن والإداري والطبي عقب الفوز مساء أمس ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي والتأهل إلى بطولة العالم للأنديال السوبر جلوب وتحقيق إنجاز كبير على الصعيد القري كابتن الخطيب أشاد بالجهود التي بزلها اللاعبون والذين عبروا عن شخصية الأهل بالإصرار والعزيمة والروح العالية والأداء المتميز الذي جعلهم يستحقون اللقب وإسعاد جماهير الأهل صاحبة الدور الكبير في كل النجاحات والتي تساند نديها في كل المواقف كابتن محمود الخطيب أشار إلى أن محققه رجال اليد يستحق التحية وفي ذات الوقت يحمل الجميع مسئولية كبيرة نحو ضرورة استمرار العطاء خاصة وأن الفريق سوف يبدأ مشواره في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالجزائر خلال الساعات الجارية الأمر الذي يستوجب معه إغلاق صفحة السوبر والتركيز القوي لتحقيق لقب قري جديد سطر الأخير ده سطر مهم جداً أنت كسبان بطولة مهمة وكسبان على منافس تقليدي لك في السنوات الأخيرة ليه باع طويل جداً برضو في لعبة كرة اليد على المستوى القري وعلى المستوى الإفريقي ولكن الأهلي حقق إنجاز مهم جداً بالفوز بطولة السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي ومن ثم المشاركة في كأس العالم للأندية وزي ما أنتم شايفين على شاشة مراسم تسليم كأس السوبر إفريقية لأبطال إفريقيا رجال اليد في النادي الأهلي يمكن المرة دي لما فريقاً بيخسر السوبر الإفريقي بيلعب بطولة عربية لعله عسى ياخد مقعد أو مركز ولكن يبدو أن المراضي بطل القرى هو اللي هيمسل قرته مش هيبقى الأمر متاح حتى لفريق عربي لو فاز ببطولة عربية يتأهل إلى كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية أصبحت بطولة الفرق الكبار اللي بتلعب في المستوى القري وبتكسب البطولات القرية من حسن حظنا والله إن لعبة كرة اليد فيها طايم ما فيهاش وقت ضايع ولا فيها كرطة بتستخبى وفيها كل حاجة من خلال طولة تحكيم موجودة بتحسب كل حاجة بالثانية الثانية الأخيرة لو هتقدر تحرز هدف وفيه تعطيل للعب ممكن لعيب ياخد دقتين فلعبة كرة اليد من حصن حظنا الحمد لله يعني إن فيها طايم فيها حساب الوقت بالثانية عكس ما بنشوف بعض المباريات في الفترة الأخيرة وبالأمس للتأكيد يعني أو بالنيون اللي فاتوا مباراة في الدوري مع الزمالك كان فيها مشاهد للأسف مسيئة وعطلع كل يوم وقول نفس الكلام مشاهد مسيئة للقرة المصرية بصراحة للأسف لكن هنيئا لفريق كرة اليد نتمنى لهم التوفيق في بطولة إفريقيا اللي خلاص هتنطلق خلال ساعات في الجزائر ربنا يوفاكم إن شاء الله عندكم كاسعالا كمان تقدروا يعني تحققوا نتيجة إيجابية وتشرفوا كرة اليد المصرية بإذن الله في هذا المحفل القري العالمي الكبير جدا خلال الفترة اللي جاية